شكلت إيران بعد عام 2012 قوة عسكرية كبيرة في سوريا عمادها الحرس الثوري والميليشيات من أجل دعم قوات النظام في مواجهة فصائل المعارضة المسلحة منذ ذلك الوقت احتفظت القوات الإيرانية بحضور كبير داخل الأراضي السورية وسيطرت على مواقع عسكرية ومدنية وتجدرت ضمن معظم أجهزة نظام الأسد لكن الوجود هذا تراجع بشكل كبير وبات مهددا مع تواصل ضربات الطيران الأمريكي والصهيوني لمواقع تمركز هذه القوات ضمن الصراع على النفوذ مركز جسور المتخصص بالدراسات والأبحاث المرتبطة بالشأن السوري أصدر مؤخرا خريطة توضح المواقع التي تعمل إيران جاهدة للاحتفاظ بها الخريطة رصدت أهم هذه المواقع التي تنتشر فيها القوات التابعة للحرس الثوري وهي قوات إيرانية أو آسيوية مثل ميليشيا زينبيون وفاطميون وتعمل بشكل مباشر تحت قيادة الحرس الثوري تضمنت الخريطة مائة وخمسة وعشرين موقعا توزعت على عشر محافظات محافظة الدرعة الجنوبية جاءت في المقدمة بواقع سبعة وثلاثين موقعا تلتها في التوزع محافظة دمشق وريفها بواقع اثنين وعشرين موقعا ثم جاءت محافظة حلب بواقع خمسة عشر موقعا وبحسب المركز فأن حجم الوجود الإيراني الكبير في سوريا يتركز في الجنوب وبشكل أدق على الحدود الشرقية مع العراق وفي حلب ومناطق شمال غرب سوريا وبالرغم من هذا الوجود الحاضر حتى اليوم يرى مراقبون أن جميع المعطيات الحالية على الأرض تشير إلى أنه بات يواجه تهديدا جديا من خلال رفض القوى الإقليمية والدولية ومنها روسيا لهذا النفوذ والعمليات والضربات التي استهدفته في الداخل والتي أسفرت عشرة منها خلال ثلاثة أشهر فقط عن مقتل نحو ستين عنصرا من الميليشيات والحرس الثوري فيما يؤكد آخرون وجود خطط تم البدء بها لسحب القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من سوريا باتجاه العراقي والعودة بجزء آخر إلى إيران ضمن تعهد روسي مقابل التغاضي عن توسعها المصلحي في سوريا